موسيقى موسيقى كيف نحيا حياة القداسة؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان نحن نعيش في أيام صعبة جدا أو كما يقول كتاب ويل للقائلين للخير شر وللشر خير للظلمة نور والنور ظلمة المعايير المقييس كلها اتغيرت فكيف أستطيع أن أحيا بطهارة بنقاوة بقداسة ولسيما في عصر التعاسي وعصر الشراسي وعصر النجاسي هل أستطيع أن أستمد قوة من الله لأتقدس أكثر؟ فالحلقة هي دعوة للقداسة إخوتي وأخواتي الأحباء أدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة المهمة جدا حتى نعرف ما هي القداسة أهميتها عملها ونتائجها وبعض المفاهيم الخاطئة عن القداسة وكيف نتقدس فأدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا عبر السوشال ميديا أو الرقم الموجود أمامك سأعود بعد هذا الفاصل سأعود بعد هذا الفاصل أهلنا حباءنا مشاهدينا مرة تانية بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح وصلاتي نعمة وسلام ومحبة تكون مع جميعكم هذه الحلقة حلقة في غاية الأهمية عن موضوع القداسة وهي دعوة للقداسة ويصرني أن أستضيف إلى هذا الستوديو هو شخص مش ضيف باعتبره هو واحد من الأسرة الأخ إليا كورولوس رجل الله بزور معنا وأهلا وسهلا أخ إليا أهلا بيك أخ نزار فرحان أكون معاكم مرة تانية بعد غياب وقت طويل أربع سنين تقريبا بالضبط كده فرحان أشوفكم وشوف كل الجروب طيب نشكر رب من أجلك ونشكر رب من أجل خدمتك أخي إليا اليوم راح نتكلم عن موضوع القداسة وطبعا إحنا عارفين أن هذا موضوع كبير وشاسع جدا سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد ولكن اليوم عاوزين نتكلم عن القداسة بما يختص يعني بعلاقتنا مع الله فخليني يعني بالأول أسأل السؤال يعني عادة لما شخص بيسمع كلمة القداسة بيخطر في ذهنه كل أنواع المسميات وكل أنواع الأفكار فإذن ما هي القداسة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس وما هي أهميتها بالنسبة لأله القداسة ببساطة شديدة هي طبيعة الله الله نور ليس فيه ظلمة البد تساكن في نور ليودنا منه وحابب الله بطبيعته الإلهية النقية حابب كمان أن حبيبه يشاركوه في نفس الطبيعة والكتاب يعلمنا كده لكي تصيروا بهم الشركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة لو أعايز ألخص أهمية القداسة والنقاوة بالنسبة لله الآيات اللي ظهرت منذ قليل على الشاشة قدام أحبائي لما الرب بيقول كونوا قدسين لأني أنا قدوس هذه الأهمية بالنسبة لله وحضرتك عارف أسيس نزار أنه من أول الأعلانات اللي الله أعلانها عن نفسه للبشر في الكتاب المؤدس ليس إنه الله القدير ولا الجبار لكن هو الله القدوس على سبيل المثال مثلا لما الرب ظهر في العليقة لموسى أول كلمة قاله قاله اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة إذا كان الأرض مقدسة لأنها فيها الحضور الإلهي فكان بالأولى هو الله ولما الرب طلع موسى بالشعب غنى هذه الأغنية قال له من مثلك إلها معتز في القداسة مخوفا بالتسبيح ولما الرب قد سفر اللويين سفر العبادة للشعب هذا السفر مقسوم جزئين جزء الأولان من واحد لعشرة العبادة لكن من حداشر لسبعة وعشرين يتكلم عن القداسة بس أقول باختصار أن القداسة مهمة جدا بالنسبة لله واكتفي بالآية اللي قالها الرب كونوا قدسين لأني أنا قدس والشيء المذهل في العهد القديم كما تعلم أخيلية أنه حتى في العبادة الله بطالب في القداسة في كل شيء سواء في المبنى سواء في المسكن سواء في الأدوات الزبيحة الزبيحة وأنه الإنسان اللي بيتقدم حتى كان ابتدى في هارون وأولاده لازم يتقدسه حتى يكنه والذبيحة لازم تتقدس والمكان لازم يتقدس والأدوات لازم تتقدس فإذن الموضوع كبير ومهم جدا بالنسبة لأله لأنه يختص بطبيعة الله القدوس اللي قال عنه عيناه أطهراء من أن تنظر الشر ولا يستطيع أن يبصر إلى الجور طيب فإذا نخلينا نفوت يعني حتى نعرف أكتر عن القداسة ما هو مفهوم القداسة بالمفهوم الكتابي القداسة بالمفهوم الكتابي هي حياة التشبه بصفات المسيح وطبيعة المسيح حضرتك يقول الكتاب في رسالة روميا أصحح 8 عدد 29 الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ببساطة جديدة القداسة هي نفس طبيعة وصفات الرب يسوع المسيح هي حياة النقاوة هي حياة النور هي حياة البعد عن الشر والدنس لكنها في جوهرها هي التشبه بطبيعة وصفات الرب يسوع المسيح لكي نكون مشابهين صورة ابنه لما الله بطالب وبيدعو للقداسة هل الله بطالبنا بشيء مستحيل تحقيقه والسؤال الثاني ماذا فعل الله لكي يقدسنا الله لا يطالبنا بشيء إلا ويعطينا الإمكانية أن نفعلها لو ربنا قال لنا كونوا قدسين وإحنا بشر ضعاف في عالم دنس الخطيئة محيطة بنا بسهولة يبقى الله ظالم وحاشى لله أن يكون كذلك لكن بيطالبنا وبيقول لنا أديكم الإمكانية أن تفعلوها إلا عملوا الله عشان نكون مشابهين طبيعة المسيح النقية عمل حاجات كتير بل خلينا أقول هو بيعمل كل حاجة أذكر ثلاث حاجات على سبيل المثل والسرعة حاجة الأولانية في أفاسوس واحد وعدد أربعة آية في منتهى الروعة يقول بوليس لأهل أفاسوس كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبيلا لوم قدامه في المحبة والعجيب أن كلمة قدسين هنا يا أخ نزار هي كلمة هولي مش سينتس هولي هي نفس الكلمة التي تقال على الله شخصيا فالملائكة الثروفين لما شفهم أشعية في أشعية ستة وقفين حوالين العرش هذا نادى ذا قائلا قدوس 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 الآب والابن والروح القدس نجدوه ملء كل الأرض هولي 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 الله الآب اخترنا عشان نكون هولي زي ما هو هولي قدسين لأنه هو قدوس طب عمل ايه اخترنا في الأول للقداسة رقم اثنين غسلنا وهيئنا وطهرنا طبعا كل من يؤمن به يقول لنا الكتاب في عبرانين 13-12 آية في منتهى الروعة يقول لنا يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه يقدس الشعب بدم نفسه ايه اللي يغسل الطبيعة الدانسة يا أخ نزار ايه اللي ينقي اتغسل بمية ده لدرجة انه انه ربنا بيقول لأيوب زمان في أصحاح تسعة بيقول له لو اختسلت بالتلج وانا اضافته ايوب بيتكلم ربنا بيقول له لو انا اختسلت بالتلج وانضافته يا دي بالاشنان الصودة الكوية فانك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي ايه اللي ينضفني الصودة الكوية بيقول له بعد ما تغسل بالصودة الكوية تحطني في الطين مرة تاني ده مستوى النضافة بتاعته ايه اللي ينضفني اقول آية تاني يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه اخواتي الأحباء عندنا حاجة تطهر الضمير الناجس تطهر القلب الناجس الطبيعة اللي ميال الخطية والدنس هو دم الرب يسوع المسيح عشان كده يقول الكتاب فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة واختن فكرتي بآية قالها الرسول بوليس في رسالة كورنسوس الأولى أصحاح ستة يا أخ نزار وعدد حداشر بعد ما يعدد نجسات الناس اللي حوالينا الزنات السكرون الشتامون الخاطفون اللي قال عنهم لا يرثوا ملكوت الله قال يا حلوة في عدد حداشر وهكذا كان أناس منكم القدسين دلت على فكرة زيهم زي بقيت الناس اللي كانوا أشرار هكذا كان أناس منكم لكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا فإذن هذا التقديس هو جزء من الخلاص الكامل إنه كمان إحنا تقدسنا بدم المسيح طبعا بدم المسيح على الصليب فالسؤال طالما إنه الرب قدسنا بعمل المسيح الكفار على الصليب هل انتهى العمل أم ما زال يقدس في كنيسته أو في شعبه؟ لو انتهى عمل المسيح فقط عند الصليب ما حدش يقدر يكمل الرحلة ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل مش بس في رعايته لكننا نحن بتكلم في موضوع القداسة والنقاوة اللي بنعيش فيها فلزال الرب كل يوم يستخدم وسائل إلهية لكي نعيش حياة النقاوة فقدسنا مرة بالصليب وبيسموها المفسرين القداسة الشرعية مأمنا قدام ربنا دخلنا جوى المسيح لكي يرانا فيه قدسين وبلا وبلا لون دي القداسة الشرعية مكنا يعني يعني احنا قدسين نعم القديس المئية والقديس نزار طبعا طبعا ليس لأني أنا وحضرتك عملنا حاجة فاحنا خطاط أنا ذا بالاسم صورت لكن عندما قابلنا الاختسال بدم المسيح عندما قابلنا أن نلبس رداء المسيح يا أخ نزار الله الآب يرانا في هذا الثياب قدسين وبلا لوم وقدامه في المحبة لكن لازال كل يوم يعمل حاجات جديدة مثل إيش واحد أول حاجة يستخدم معانا مياه روحية اسمها الكلمة وهذه الكلمة هي تنقينا يوميا أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به والرسول بولس في أفسوس خمسة خمسة وعشرين وستة وعشرين بعدما يقول أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها إزاي لكي يقدسها بغسل الماء بالكلمة كل يوم المسيح عشان كده ليه ربنا سايب الكتاب المؤدس بين إيدينا مش بس عشان نقراكة معلومة لكن ناخد شاور نتحمم بيه أحبائي وعلى فكرة المؤمن الذي لا يتحمم يوميا بماء الكلمة مؤمن يعيش في قضارة ومؤمن يعيش في عدم نقاوة واحد يستخدم الكلمة لكي ينقين يوميا محتاجين نقراها رقم اثنين قال المسيح في صلاته في يحنى 17 للآب وَلِأَجْلِهُمْ أُقَدِّسْ أَنَا ذَاتِيْ لِيَكُونُهُمْ أَيْضًا مُقَدَّسِينَ في الحق المسيح خصص كلمة يقدس يعني يخصص المسيح في السماء الآن لأجلنا يعالجنا يشفع لأجلنا يرثل ضعفاتنا يأخذ بأيدينا فنخلص بحياته الشفاعية موجودة في السماء لكن أقول شيء أخير كمان تاني يستخدم التأديب يستخدم التأديب ما حدا بيحب هالكلمة هاي لكنها ضرورية لما نروح لعبرانين 12 أخ نزار أن كل من يحبه الرب يؤدبه وقال له كده وكابن يؤدبه أبوه فعندما أنا بتكلم بقى على المؤمنين دلوقتي مش الخطاء عندما يستمرئ المؤمنين الضعف ويستلزه بالضعفات والخطية ومش نفعل وعظات ولا المؤتمرات ولا الفضائيات يضطر الرب أن يستخدم التأديب والكتاب يقول لنا في عبرانين 12 آية حلوة يؤدبنا لكي نشترك في قداسته طب طالما أنه الله عمل العمل ومازال يعمل عمل العمل على الصليب ولكن يستمر العمل بالتقديس سواء عن طريق الكلمة أو الروح القدس أو والشيء الثالث اللي ذكرت استخدم التأديب التأديب أيوة التأديب لكن الكتاب مع كل هذا يعني أنا بفكرة أجد كنيسة كورنتوس أي عم بيكتب لكنيسة بيسميهم القدسين أو المقدسين نعم ولكن في مشاكل كتير حدست في يعني في أخلاقية وأدبية وروحية وكان يعني الرب عاوز يكمل هذا العمل فشو الفرق يعني أنه الله قدسنا وعم بيكمل مع المقدسين آه قدسنا أصبح مقامنا الشرع أمام الله الآف في المسيح قدسين في الصليب في الصليب وعندما زي ما قلت من شوية عندما قابلنا المسيح ولبسنا رداء المسيح اللي هو البر الإلهي لكن وهناك جانب يعمله الله معنا كل يوم بقي علينا شيء لكي نعيش عمليا حياة القداسة يا أخ نزار يطالبنا الكتاب أو يطالبنا الله كونوا قدسين يعني عيشوا بقى آه وسلوك عيشوا سلوكيا حياة القداسة ولا سيامة صحيح أنا كمؤمن قبلت المسيح واتغفرت خطيايا لكن لزال في داخلي الجسد لذال في داخلي الطبيعة الأديمة حضرتك عارف من غلطية خمسة أن الجسد يشتهي ضد الروح ضد الروح والروح ضد الجسد كلاهما يقاوم أحدهما الآخر أنا عايز أعيش نقي لكن هناك طبيعة في داخلي رادية عايزة تشتهي الأمور العالمية والأمور الشهوانية أرى نموسا آخر في جسدي يحارب نموسه دهني عشان كده هنا في دور على المؤمن يقوم به عشان يستمتع باللي ادهوله ربنا إزاي؟ زي ما قلت من شوية محتاجة تحمم أخو تشور كل يوم قدام الكلمة بالكلمة بالكلمة أجي قدام الرب لازم كل يوم يا أخ نظر لا أنا أنا بشدد لأنه تعارف الشرق الأوسط اليهود عندنا في البلاد لازم يعمل الغسلات اليومية بشكل مستمر بيسموها الغسلات التقصية الشرعية في المكفي وعننا طبعا أحبقنا المسلمين وهكذا ولكن احنا متكلم على غسل من نوع تاني غسل الكلمة غسل الماء بالكلمة عندما أجلس قدام الكلمة يا أخ نظر وأقرأ الكلمة ليس للحصول على معلومة لكن أسمح للكلمة اللي ألعن الكتاب حية وفعالة وخارقة لمفرق الروح والنفس والروح والمفاصل ومميزة أفكار القلب وإيه ونياته عندما أقعد قدام الكلمة كلمة ربنا تكشف لي تقول لي الفكرة دي مش مقدسة النظرة دي مش مقدسة زمان أيامنا حمية أروا الشريعة ولما أروا الشريعة بكوا الشعب بكى على خطياتهم عشان كده محتاج إلى مية الكلمة يوميا محتاج أقول للرب اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطياتي طهرني لكن حاجة تانية كمان محتاج لها محتاج أن أنا بقوة الروح القدس أن لا أعطي تساهلا للشر أنا أنا مش دمية يا أخ نظار واحد بتحرك بالرموت ربنا بيحركني بالرموت هيك وهيك لأ لكن أنا ربي سيب لي تحب تروح للشر ولا تحب تروح تعيش حياة البر وده اللي عمله دانيال ويوسف على سبيل المثال يوسف لما تعرضت عليه الخطيئة والزنا يقول الكتاب قال لامرأة فتفار كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله وعندما أمسكته من الرداء ترك لها الرداء وهرب وهرب أجيبها منين ديت واحد من الأحباء يقول لي أنا ضعيف يا عم أنا بشر يا عم أنا غلبان يا عم أقول له لا استنى استنى ربنا يدي المؤمن حاجة اسمها القدرة الإلهية بطرس التانية أصح واحد عدد ثلاثة يقول كما أن قدرته الإلهية وهبت قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى عشان تصيروا بهم شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة علي دور أه علي دور الدور مش أن أنا أعمل حاجة بقوتي لكن أدي مجال للروح القدس والإمكانيات الإلهية عندما أستسلم لذا على المزبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة وثقته بمجدك هبني أراك طيب رح نأخذ فاصل قصير أخيلية وبهذا الفاصل بحب أشجع كل إخوة وأخوات المشاهدين إذا الموضوع عم بثير في داخلك شيء يعني بحركك لقرار أو بذكرك في شيء أنت عم بتمارسه خطيئة غير معترفة فيها أنا عاوز أقول لك أنه الله بحبك وغرضه مش عشان يدينك عاوز بده يخلصك ولكن لازم مثل ما سمعنا الله أعطاك حرية الإرادة جعلت قدامك الحياة والموت فاختر هذا يعني هذه نصيحة الرب اختر القداسة اختر الحياة اختر النور واحنا منحب نصلي معك ومنحب نسمع منك وإذا عندك أي تساؤل كمان يمكنك أن تتواصل معنا سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مرة تانية دعوة للقداسة معنا رجل الله الأخ إليا كيرلوس أهلا وسهلا مرة تانية أخ إليا أهلا بك أخ نزار طيب الرب قدسنا نعم هذا هو عمل إلهي قدسنا من خلال عمله في الصليب ولكن لماذا يطالبنا بالقداسة أن نكون مقدسين بشكل مستمر عجبني أول رسول بوليس في رسالة العبرانيين أصحاح 12 عندما قال اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد لأنه الرب إلهنا قدوس وما يقدرش حد يقرب منه إلا ذا كان في نقاوة وطهارة وأفكر أحباء المشاهدين أنه الدانة الإمكانية اللي بيها نعيش أنقياء وأطهار يغسلنا بدم المسيح ينقين بالمية الكلمة كل يوم أعطانا قدرته الإلهية بدون هذه القداسة حتش يقدر يشوف ربنا حب أوي مزمور 24 يا إخ نزار لما بيقول من يسعد إلى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه من يقوم في موضع قدام ربنا ويستمتع بالطاهر اليدين والنقي القلب ويمكن دي إجابة على تساؤل ليه بالروح الكنيسة ما نشوفش ربنا ليه كثير أوي بنسمع وعظات ما بنتعزاش الإجابة لأنه في عدم نقاوة في الحياة إن رأيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب إن رأيته إن رأيته آسف إثما في قلبي لا يستمع لي الرب إذن الأمر الأولاني للقداسة مهمة لأن بدونها لن يرى أحد الرب ويستمتع به فطوب للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله الأمر الثاني والخطورة الثانية إنه عندما أعيش وأستمر الخطيئة وعدم القداسة أقول تعبير قد يبدو صعب شوية أنا أطلع نفسي برى الحماية الإلهية فلا يستطيع الرب أن يحميني وأنا عايش في الدنس والنجازة صحيح يحاول يرد نفسي يهديني لكن إذا أصريت أنا بطلع برى الحماية الإلهية وده اللي حصل مثلا مع الشعب في سفر العدد أصحح 25 حاول بالعام أكتر من مرة يلعن الشعب ما أقدرش وقال كده عن ربنا الآية الرائعة قال شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب إنه أمرته أن أبارك فلا أستطيع أن أرده وبعدين رح نصح بلاق قال له عايز الشعب دو تتلعن اغريب الخطيئة وفعلا ابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب وسجدوا لأليهتهن والنتيجة ضرب الرب من الشعب في اليوم دو يمكن على ما أذكر 24700 واحد عندما أعيش في الخطيئة أنا بطلع برى السياج الإلهي الحماية برى الحماية الإلهية عشان كده ما أروع المؤمن اللي يعيش في تقوى في الحماية الإلهية عشان كده يقول في مزمورة 34 اعلاموا أن الرب قد ميز تقيه الرب ميز تقيه ده مزمورة 4 ويقول في 34 ليس عوز لمتقيه شمشون شمشون عايش بطل يحبسوه يشيل باب المدينة ويطلع بيه على الجابل لكن عندما أنامته دليل على رجبتيها واستمر الخطيئة واستمر العلاقة الدنسة وحلقت خصل شعره لأنه كان نزير لربنا وقدسته يقول الكتاب عندما قالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون الأقوم وأنطفض حسب كل مرة وكلمة خطيرة بتخوفني شخصيا يا أخ نزار ولم يعلم أن الرب قد فرقه القداسة تجعلني محمي في السياج الإلهي والحماية الإلهية الخطيئة والنجاسة بتطلعني بعيد برة فالخطيئة العنها الكتاب طرحت كسرين جرحة وكل قتلها أقوية حزار الخطيئة في الخفاء الخطيئة عقبتها العنها الكتاب عقبتها طرق الموت لا تشرد في طرقها ولا تذهب في مسالكها لكن أقول آخر حاجة أنت بتتكلم عن خطورة التهاون الخطورة التهاون مع الخطيئة الخطيئة لمن يعيش فيها تجلب القضاء الأبدي حضرتك عارف أنه في سلسلة وفي لستة للذهبين إلى الجحيم منهم وروح معي الرؤية 21 وعدد 8 لو تسمح لي أقرأ هذا الشاهد هيقدم لنا لستة لأولئك الذين سيقضون الأبدية في الجحيم منهم يقول الكتاب 21 رؤية عدد 8 وأما الخائفون يعني لمخدوش سلام المسيح وغفرانه وغير المؤمنين الذين لم يقبلوا خلاص المسيح والرجسون والقاتلون والزنات والصحر والعبدة الأوسان إلى آخره فنصيبهم البحيرة المتقضة بنار وكبريت إنها باركة أن نعيش في القداسة إنها باركة عشان كده صلى يعبيس سؤال صلاة حلوة أوي نفسي أصليها مع أخواتي المشاهدين لنفسي والحضرتك حد فاكر يعبيس ماذا صلى وقال عندما قال للرب ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني فأتاه الله بما سأل طب هذا بقودنا للسؤال من هم المقدسين أو القديسين البعض بيظن أخ نزار إن القديسين دولت فئة معينة من المؤمنين عاشوا حياة حلوة عملوا معجزات مثلا ولما يموتوا الكنيسة تعطيهم ردبة القديسين وهذا ليس موجود في التعليم الكتاب المقدس فالقدسين هم جماعة من البشر ولدوا بالخطية لكنهم اختسلوا بدم المسيح سكن فيهم الروح القدس صارعوا ضد الخطية اتهزموا مرة وغلبوا مرة لكنهم في المسيح أصبحوا أعظم من منتصرين والمفاجأة أن هذه ليست لفئة معينة لكن لكل المؤمنين يعني هم قديسين على الأرض بعمل المسيح على الأرض وفي السماء هم قديسين نعم وهذا المسمى ليس لفئة معينة من المؤمنين بل لكل المؤمنين بقول إذ لنا سحابة من الشهود يعني فيه ناس اللي كانوا قابلينا والكتاب بعلمنا تتمثلوا بإيمانهم بإيمانهم أو من سيرة نهايتهم يعني نشوف كيف نهايتهم لأنه حتى في الحياة كتير مثل داود وآخرون اللي فشلوا وسقطوا ولكن كان داود حسب قلب الرب ولكن القديس هو كل قديس اللي اغتسل بدم المسيح صحيح ولما نقرأ في فاتحة الرسائل لكل الكنائس إلى القديسين في المسيح يسوع نعم بهذه المشيئة أي بعمل المسيح وتجسده وموته وقيمته فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة القديسين هو كل من يقبل إلى المسيح ويختسل بالدم ويحتمي في المسيح ويتطهر من خطياء يصبح قديس تحت بر المسيح وتحت رداء المسيح هذا لا يعني أنه صار معصوم عن الخطيئة أبدا ولا أنه صار كامل أو نقصد الكمال المطلق ولكن المقصود يعني عمليا إحنا مقاما في المسيح ولكن عمليا أنا محتاج أنمو في القداسة لأتشبه بيسوع المسيح صحيح بنعمة الله والبعض العدوة حينا بيشكك يا عم ده القداسة والقدسين ده مش لك أنت ده لمجموعة معينة وبيحاول أن هو يضربني بالفشل عشان يقول لي أنه ما فيش فايدة وإنت عيش برحتك بقى لأن ده موضوع درب من دروب المستحيلات لكن كتاب يعلمنا أن أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوي قبل ما أدخل يعني أتكلم عن النتائج العملية أو البركات بركات القداسة إحنا في عنا أمثلة في الكتاب المقدس عن أهمية وخطورة في نفس الوقت خطورة هذا الموضوع يعني واحد من يعتبر من أعظم رجال الله في العهد القديم اللي هو موسى لما ضرب الصخرة وكان كلام الرب لموسى لأنكم لم تقدساني أمام أعين الشعب فالموضوع يعني في غاية الجدية القداسة أفكر نفسي والمشاهدين أن القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب لكن أرجو أنه أحبائنا المشاهدين وإحنا بنتكلم ما يفتكرش أنه ده موضوع يعني أنتو بتعجزونا وده موضوع يعني الواحد يعني يحاول كده وربنا يسطرها ما ألز القداسة ما ألز القداسة فعندما نقترب من الرب يعني ذكرت حلو ذكرتني بآية يعني منسجد للرب في زينة مقدسة في جمال يعني القداسة فيها روعة صحيح القداسة هي استمتاع بالجمال الإلهي الخطية هي القبح الشيطاني البشري القداسة هي الجمال الإلهي ولكن يعني أنا ليش بشدد على الموضوع لأنه فيه تسيب وفيه تساهل في هذا الموضوع في الكولتشر تبعنا في الشرق الأوسط يعني عارف في خطية صغيرة وفي خطية مميتة وفي الفحشاء وفي الكبائر وفي الصغائر وكله وكأنه الله بيرضى عن بعض الخطايا أو بعض الأمور تعملها في تحقيق أمور أخرى ولكن عاوزين إذا أدركنا طبيعة الله أنه الله نار آكلة إله غيور إله قدوس يعني لا يدنع شر منه عيناء أطهر مثل ما ذكرت الآية وهذا الإله اللي إحنا بنتكلم عنه هو الإله الغير محدود وهذا الإله هو خارج حدود الزمن أو نطاق الزمن فخطيتنا أو تساهلنا مع الخطية هو ضد الإله الغير محدود القدوس القدوس وهي صفة يعني خطيرة وكبيرة جدا والشيء الثاني اللي عاوز أقول أنه دايما القداسة يعني دايما بيوصفها بتوازن مع الصفات الأخرى صحيح مثل المحبة في توازن في الصفات الإلهية لكي تعكس هذه القداسة رسول يحنى رسول المحبة يا أخ نزار يتكلم عن طبيعاتي الله في الرسالة بتاعته الله محبة والله نور الله نور والله محبة ولا يمكن أن صفة من صفات الله تعلو أو تقل عن الصفة الأخرى كمان أن قداسة الله في العهد الجديد البعض بيفتكر دا كان في العهد الأديم الله قدوس ونرأة كلا دا في العهد الأديم وفي العهد الجديد هو بس الإله الكيوت إله بتاع المحبة إله بتاع النعمة يا أخي بلاش تعقدوا الناس من ربنا يعني دا إله كل نعمة يعني إله كل نعمة هل مستوى قداسة الله في العهد الجديد عهد النعمة أقل من مستوى قداسة الله في العهد الأديم الإجابة لا فالعهد الأديم اللي قال فيه في السفر اللويين كونوا قدسين لأني أنا قدوس في نفس الآية تقتبس في بطرس الأولى واحد خمستاشر يمكن ستاشر أو عدد ستاشر كونوا قدسين لأني أنا قدوس فقداسة الله في العهد الأديم هي قداسة الله في العهد الجديد وبدون القداسة لا يستطيع أحد أن يرى يرى رب بعد إذنك أخي ليه ممكن أن أخذ مكالمة أهلا وسهلا أخت آسيا أنت معانا على الهوا أهلا وسهلا أهلا بك تفضلي أخت آسيا مرحبا أنا عندي ثلاثة أزئلة تفضلي سؤالي الأول يعني هل المكسوب الغداسة هل المكسوب الغداسة إنه الإنسان محصوم ده سؤالي الأول سؤالي الثاني أنه يعني ربنا بيعلم أنه نحن كالناس يعني قاصرين إنه الإنسان قاصر ويعني قاصر وما هو كامل يعني وضعيف يعني قاصر وضعيف يعني فليش يعني ربنا بيطالب بأننا نكون على هذا المستوى العالي من الغداسة يعني سؤالي الثالث عن الغداسة هل تبدأ الغداسة بعد الزواج ولا قبله دي الأسئلة بتوعي الثلاثة أتمنى أن أعيد إجابة على الأسئلة ربنا يباركك أخت آسيا أنت مؤمنة بالرب يسوع طبعا طيب هاي أخبار كتير كتير حلوة ربنا يباركك وربنا يحميك أخت آسيا وأسئلة كتير كتير مهمة وهو يعني الأخلية جاوب على بعض منها بس خلينا أوجه الأسئلة أنت سمعت أخلية السؤال الأول هل الإنسان معصوم؟ بالتأكيد الإنسان مش معصوم من الخطيئة الإنسان فيه له ولسيما المؤمن يمتلك طبيعة إلهية جديدة لكن في داخله الطبيعة القديمة الضعيفة التي تقاوم واحد اتنين بما أن الإنسان قاصر وغير قادر ليه الله بيطلبه بهذه المستوى جاوبنا عليها في أول حلقة أقول مرة تاني ربنا عارف أننا ضعيف وقاصر وما أقدرش أعمل حاجة عشان كده قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا فالرب قبل ما يقول لي كونوا قدسين رح قال لي اسمح لي أدخل قلبك أخسلك بالدم أسكن فيك بالروح القدس أديك قدرتي الإلهية افتح قلبك حبيبي اتجوب معايا أديك الكلمة المقدسة سلاح الله الكامل فاعطاني كل الإمكانيات التي أستطيع بها أن أعيش حياة القدسة يعني إحنا تبررنا بالدم وتقدسنا بالدم وكل عمل يعني إحنا من خلال المسيح يعني الله بينظر إلينا من خلال بر المسيح من خلال كمال المسيح وكأننا لم نفعل خطيئة هذا البر يعني من ناحية شرعية أنا بتكلم صحيح فإذا الله يعني من خلال المسيح نستطيع أن نقوم صحيح سألت سؤال ثلاث عن الزواج الزواج هل إنسان بيتقدس قبل الزواج ولا بعد الزواج هذا ناثق ما لهش علاقة خلال لا إحنا أنا فهمت يمكن على السؤال إحنا مقدسين في الرب على أساس عمل المسيح على الصليب ولكن قدسية الزواج اللي هو في العهد على أساس يعني العهد مقدس عادة في الزواج اسمه العهد المقدس منتقدس في هذا الزواج لأنه صرنا جسد واحد ومثل ما مكتوب في تسالونيك الأولى صحاح أربعة يعني بقول يعني أن تمتنعوا عن كل شي بشار وبعدين لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة وبعدين إرادة الله هي قداستكم أن تمتنعوا عن الزناي ما هي بتكلم عن العلاقات إنه خلاص بيتنجس الإنسان ما بيكسر هذا العهد واللي هو العهد المقدس بتهيأ لي هيك أنا مفهومي ممكن من آسيا يمكن أضيف بس الشيء بسيط وأقول أنه اللي عايز يعيش مقدس ما لهاش علاقة بالزواج فهناك شباب عزاب عاشوا مقدسين وهناك رجال متزوجين عاشوا في النجاسة وقع زي دقود وعاش يوسف الأعزب طاهر وإن كاي بتسأل على العلاقة الزوجية فالعلاقة الزوجية هي مقدسة ليكن المطجع مقدس والزواج غير ناجس طبعا يعني تقتبست الآية في أفسوس خمسة لكي يحضرها يعني الكتاب أقول أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة بعدين بقول لكي يقدسها أو لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة مقدسة لغض فيها يعني في علاقة قداسة أو قدسية الزواج هذا شيء طبيعي لكن احنا بنتقدس من خلال عمل المسيح وبالزواج ندخل إلى هذا العهد المقدس لأن هذا العهد المقدس يكسر بارتكاب خطية الزنا لما أكون في المسيح مقدس كل توجهات حياتي هتكون مقدسة يقول الكتاب برضو في بطرس الأولى الصح واحد للمتغربين يقول لنا إن كنتم تدعونا أبا الذي يحكم بغير محبا سيروا زمان غربتكم بخوف وقبلها يقول لهم لكي تكونوا قدسين في كل سيرة يعني في كل سيرة قداسة التي امتلكتها في المسيح تؤثر على علاقات المادية على علاقات الأسرية على علاقات مع أخوات اللي حوالي أصبح مقدس وطاهر ونقي في كل جوان الحياة زي ما كان كل شيء مقدس في خيمة الاجتماع في الهيكل نفس الشيء الله بطالبنا في حياة القداسة لحياة النور حياة الاستقامة نعم في مصداقية حياة الشفافية الوضوح يعني لا ظلمة البتة يعني فعلا تكون مثل يسوع المسيح قدسين في كل سيرة في كل سيرة المادية والروحية الأسرية والعملية حياة الكنسية الحياة السرية القداسة في السر ودي معنا أعتقد واحدة من معاني الطقوة هي مخافة الرب في السر لأنه ما يحدث في السر ينعكس على العلن والظهر آمين طيب هنا بنيجي للسؤال اللي طيب حكينا عن القداسة شو النتائج ما هي البركات العملية اللي بنحصل عليها من خلال القداسة أو السلوك أو العيش في القداسة زي ما قلنا من شوية أنه القداسة هي التشبه بصفات المسيح وأكون في شركة مستمرة بيني وبين الرب جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع يتولد نتائج مباركة في حياتي دون أن أشعر النتيجة الأولانية سوف أكون في شركة مستمرة حقيقية مع الرب باستمتع بالحضور الإلهي لأنه عن يميني فلا أتزعزع مرة إلي قال حي هو الرب الذي أنا وقفته أمامه أتمتع بشركة حقيقية في الحضرة الإلهية بصفة مستمرة مش بس في الكنيسة أو عرش النعمة لكن طوال اليوم حاجة تانية أستمتع أخ نظار بالاستخدام الإلهي هناك فارق بين واحد بيخدم ويوعظ واحد بيعمل واحد مستخدم من قبل الله والسؤال مين اللي يستخدمه ربنا مش اللي يعرف كتير وإن كان المعرفة حلوة الكتاب يتكلم عن الإناء المقدس مستعد تمام بقى تموساو ستانية أصح اتنين بيقول انطهر أحد نفسه من هذه يكونوا إناءاً للكرامة مقدساً نافعاً للسيد مستعد لكل عمل صالح إذا أردت أنا أو أي أحد من أحبائي أن ربنا يستخدمه قبل ما تفكر في أي حاجة فكر أن تكون إناء مقدس طاهر وفكركم أحبائي باللي حصل مع أشعية ستة عندما صارخ أشعية وقال ويل لي لأني هلاكت لأني إنسان نجس الشفتين طار واحد بملقت من على المزبح وأخذ جمرة ومس شفتية وقال له دي مست شفتيك انتزع اسمك وكفر عن خطيتك ثم جاء السؤال من أرسل ومن يذهب من أجلنا فقال ها أنا زا أرسلني ها أنا زا أرسلني آخر حاجة أكتفي بيها واحدة من نتائج القداسة في الحياة العملية أخ نزار أن يكون لي شهادة جميلة بين الناس أنا مش أحط بجة على صدري وأقول يا جماعة أنا رجل بتاع ربنا ها ما ينفعش ما ينفعش لكن هل فيك يرون يسوع عش طاهرا روح الجسد حتى يروا فيك يسوع وافتكر لما أليشع راح عند المرأة الشنامية في ملوك التانية صحة أربعة المرأة شهدت عن أليشع شهادة جميلة قوي نعم ما قالتش أن ده رجل معجزات مع أنه عمل 14 معجزة لكن قالت لجوزها علمت أن هذا الرجل علمت أن هذا هو رجل الله مقدس الذي يمر عليه رجل الله المقدس أروح شهادة نسبها وإحنا ماشيين في الناس إن إحنا عايشين قدسين واستعالم دانس حنجرتهم قبر مفتوح عينيهم قال عنها الكتاب عينوهم مملوء فسق ألسنتهم مكروا بها جميل أن الناس يروا فينا حاجة مختلفة بعمل دم المسيح بقوة الروح القدس نكون قدسين لأن أبانا قدس أخي لي طبعا مثل ما ابتديت في المقدمة إحنا عايشين في عصر في مجتمع فعلا كل هذه القيم والمبادئ يعني يعني بقول لك الحق مش مطلق هذا عندك وإنتو بس هذا لا يعني إنه إحنا نمارس حياتنا مثل ما هي وبصراحة يعني أقولها بشكل أبسط إنه معظم الأنظمة اليوم والديانات هي ضد نظام المسيح أو ضد تعليم المسيح صحيح والكنيسة عم بتواجه حرب شعواء حرب ضروس عنيفة من كل ناحية فحربنا مش بس مع الطواقف مش بس مع الديانات والهرتقات والبدأ مع النظام العالمي والنظام العالمي كله 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 على فكرة مش عم بهاجم أي نظام آخر كله بالنسبة لهم ماشي إلا لما بتيجي عند يسوع المسيح ومع إنه يسوع بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء إنه كان بار وكان قدوس وكان طاهر وكانت حياته كاملة حياته الأخلاقية والأدبية يعني الناس كانت شايفتها لا غبار عليه ومع كل هذا الكنيسة اليوم تهاجم في هذا الأمر شو الحل وشو العلاج لهذا الموضوع لا تنسى أن رئيس هذا العالم أخ نزار هو الشيطان ألعنه الكتاب أو ألعنه الرب يسوع المسيح رئيس هذا العالم يأتي لكن ليس له فيا شيء ولا ننسى أيضا كمان أنه فيه حاجة اسمها أنت كرايست ضد المسيح الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية فهناك من يقاوم روح المسيح روح المسيح عايز إيه قداسة لا عايزين ننعيش في النجاسة روح المسيح عايز الراجل يتجاوز امرأة لا احنا نعمل نظام تاني روح المسيح عايز نعيش أمانة ونقاوة أحباء خلي بالنا أنه في روح قال عنه بمرة بولس يا عدو كل بر قال لتزال تفسد سبل الله المستقيمة ما هو الحل الحل نحتاج أولا أن نختسل بدم المسيح ثانيا نحتاج أن نمتلئ بالروح القدس ثالثا نحتاجين أن نكون قاربين من كلمة ربنا حباء أو الكلمة اللي قالها الكتاب عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلونا حسنا إن اتبهتم خلينا في صف ربنا خلينا جنب الرب أنا رح أواصل بس رح أخد مكالمة من عمار أهلا وسهلا أخ عمار انت على الهوى الرب يباركك أخ نزار أهلا أهلا أخ عمار كيف الحال حبيبي نشكر الله الرب يباركك أخي لي أهلا بيك حبيبي وفعلا عاد سؤال رائع جدا كيف نكون قديسين أمام وجل الله عندي سؤالين فضل سؤال الأول كيف بدنا نكون قديسين بهالمجتمع الفاسد هيدا أول سؤال وثاني سؤال كيف بدنا نبعد عن الخطيئة بما أنه الخطيئة والقداسة فينا سوري الخطيئة موجودة لازم نكون قديسين نبعد عن أشياء مؤدمان مثل المخدرات مثل الأفلام الإباحية مثل تسلط علينا بليز تسلط علينا أي شي كيف بدنا نبعد عن هذه الأشياء لنكون قديسين أمام وجل الله أخ عمار قبل ما يجاوب قبل ما يجاوب الأخ إلي أنا عاوز تشارك ولو بدقيقتين كيف أنت أجيت للمسيح بدقيقتين بس أنا من خلفية مثل ما تفضل أنا من خلفية مثل ما وأمنت بالمسيح بعد عناء كتير كبير بين الكتب وبين الأديان وبين الشيوخة وبين بقيت الأديان لحتى ظهر لي الرب يسوع بجلالة أدرو وأمنت أنا وعيلتي كلية بالمسيح وكنا نجسين وكنا شريرين لكن الآن قدسين بوجه الرب أمين وبحب أنا كل إنسان شو ما كان الديانته أو خلفيته أو أي شي يبحث بالإنجيل عن مجد الله لا يدور على ديانة ولا يدور على نبي ولا يدور على أي شي يدور على الله بالكتاب المقدس راح يشوفه ولما يطلب الله راح الله يظهر له أكيد هذا الفينيشاركك فيه أكتر من أك ما فيه طيب حبيبي عمار ربنا يباركك وربنا يحميك واسمع الجواب من الأخي لي كيف نعيش كيف نعيش في مجتمع دانس فاسد في كل قرات العالم كيف نعيش قدسين للمسيح أرجو أن نتذكر أحبائي أننا لسنا من العالم قالها المسيح في يحنى 17 ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم ونتذكر أيضا أحبائي أن كل من يقبل المسيح أصبح سماوي كما السماوي هكذا السماويون أيضا إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس كل يوم تعالى قدام الرب تعالى اختسل اختسل بمية الكلمة وأنا ماشي بالشارع ولسيما بالشرق الأوسط أرجو اللي بتتوسخ بالطراب بتاع الأرض محتاج أجي يا مؤمنين كل يوم قدام الرب كل يوم قدام الرب في عرش النعمة أقرأ الكتاب وأتغسل بمية الكلمة عشان أقدر أعيش زي ما بيقول الأخ كيف أبعد عن الخطية في السؤال التاني أتغسل يوميا من كل طراب العالم لكن حاجة تانية حتى جش بح حبائي لو أنا جوعان واتعرض علي أي طعام حتى لو قذر عفوا رح أكله لكن الكتاب يقول النفس الشبعانة تدوس العسل ليه بروح على البرنغرافي ليه بروح على مواقع الإباحية ليه بروح على الشات الدانس ليه بروح على كذا وكذا وكذا لإني جوعان نفسيا وعاطفيا وروحيا والمسيح قال حتى لما روح لهذه الأمور كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا وأعرف كثيرين من من أدمنوا هذه المواقع فكروا في الانتحار لكن يوجد حل في المسيح النهاردة تعالى للمسيح يحررك ويطهرك ويقدسك لكن يوميا اشبع فالنفس الشبعانة تدوس على العسل وأخيرا أقول امتلئ بالروح القدس لكنكم ستنالون قوة لما الروح القدس يملى حياتكم لو يعني في دقيقة ونص لو عاوز يعني كثير ناس عم بتشاهدنا اين الرسالة الأخيرة اللي عاوز توجهها الرسالة الأخيرة اللي أحب أقولها النفسي والأحبائي الله القدوس المحب أرسل يسوع المسيح ليموت على الصليب ويغسلني بدمه لكي أطهر وأأخذ طبيعة إلهية طهرة مقدسة وكل يوم يريد أن يزودني بقوة ونعمة من خلال الكتاب والروح القدس حتى أعيش طاهرا روح الجسد تعال إلى المسيح التصق بالطاهر وما أسعد وأروح حياة الطهارة حياة النقاوة اللي تجلب الفرح والسعادة إلى القلب ولا تنسى أخيرا أخي أختي أنني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني شكرا جزيلا أخ إليا ربنا يباركك ويبارك خدمتك وبيليز دايما زورنا وربنا يستخدم ويستثمر هذه الحلقة أمين لتحرير نفوس كثيرة أمين من قبضة الشيطان وإحنا فعلا هاي تحتاج إلى صلاة تحرير إنه رب يكسر القيود والأصفاض والأغلال وفعلا تتحرر بالكامل وعاوز أختم بآية من تسالونيك الأولى إصحاح خمسة والآية 22 و23 مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح فأنا بصلي من كل قلبي إنه ربي يثبت المؤمنين وفعلا إذا إحنا عم نتساهل مع موضوع الخطية خلينا نفكر إنه الخطية إلها نتائج وإحنا محتاجين نتحرر ونطلب وجه الرب إلهنا هو إله كل نعمة هو إله الغفران الرب اللي غفر لدأود واللي غفر لإنكار بطرس هو يغفر ويقدس وفعلا يكمل عمله معنا وفينا من خلال الروح القدس فأنا بدعوك اليوم إنك أنت طعت حياتك بالكامل ليسوع المسيح وصليها قل له يا رب قدسني حررني من كل نجاسي وبصلي اليوم إنها تكون طلبتك وصلاتك وإذا محتاج مساعدي تواصل معنا الرب إباركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر